اشتركوا في القناة 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 الجوليري برضو مروفاوزي برضو مروفاوزي الاكسسوارات او المجوهرات مروفاوزي والشب شب ده منين؟ تراست جروب تراست جروب والكافتان هو كافتان من The Gallery معنا مين؟ سارة هلو؟ انا بحبك اوي يا رضو والله يا روح عالبي انا كم بحبك اوي اوي عندي كم سنة سارة سورة؟ 14 يا روح عالبي صوتك صغير شفنا الحاجات بتاع The Gallery؟ اه جميلة جدا خطيرة انا منبهرة اوليني بقى ايه اكتر حاجة عجبتك؟ اللواء لونه كافيدة اللواء الطويل خالص اه ده حلو مبروك علينا رابع دية من The Gallery خليك معي روح اخد بياتك في The Control بنادي The Gallery القسيمة وبناخد بدلها القطع اللي انا عايز انا دلوقتي احنا قلنا ان كل حاجات فري سايز اللي هي بتلبس جميع المقاسات ما عادة اللي انا سألت عليه لو واحدة عندها ينهار حلاوة طب انا عايزة اسأل سؤال مش عارفة اعلق خطير من ورا خطير ومن قدام خطير ده بقى ممكن يبقى مقفول وتحتيه بانطلون ممكن يبقى مفتوح زي كده وفستان يعني.. ممكن تلف فيه ايوه خلاصوا ما كيخدوا الدقل ده وتحاولي كده تقفليه كده تورينا لو هو مقفول حيبقى شكله عامل ازاي زرارين حتى لو واحدة عندها مشكلة في الجسم مليانة من الوسط ها؟ تلبس حزام ولا ما تلبس حزام؟ لا ما تلبس حزام تزيبه مفتوح مظبوط حلوة قوي والظاهر حلوة قوي معلش يا حبيبي انا قاس فممكن نتدور سنة ايوه فنفس القصة ممكن يبقى تحتيه اي قميس يعني اي طوب او بلوزة بيضة وحلوة وحلوة ده في منو قلوين؟ عندك فكرة؟ ما عنديش فكرة خطير امر تانكيو وبرضو احلى حاجة في The Gallery صراحة انه اي حاجة تنفع برضو لمحجبات طبعا مهما هتلبسي ايه هتنفع ولو واحدة بقى محجبه تلبس اي طرحة ايه؟ تلبس يعني يستحسن تبقى حاجة سادة لانه هو فيه شغل جامد وراه يبقى ابيض ممكن بقى تكسر لو يبقى حاجة بسيط او يبقى فيه الالوانات اللي هي بتبقى اكين ابيض وفيه نقطة مثلا احمر في الالوانات دي فبتبقى لذيذة او الي هو اكين فيه ضي حمار بسيط اوكي يا نهار حلاوة لازم نشكر وعايزة كمان اشكرهم لانه اول مرة ما يطلاش معي او صحاب البراند يطلع معي ستايلست علشان هم مش فرقلهم اوي هم يطلعوا لكي فرقلهم الشغل بتاعهم والناس تشوفوا تشوف ايه المودة ويدوا هدايا للستات فتحفى ده ايه بقى كده احكيلنا كده ده برضو مفروض ده بقى الهو الماتيري اللي هو ادخن شوية حالو وطبعا كله ده هو اصلا مجالي ده ايه ده كلام مكتوب عليه كلام ده حروف احروف حروف ما هو الاساس بتاع الديزاينز كلها انه هي عربي ومغربي ده المفروض الانسبايرش قفل من جوه ده بيتقفل من جوه ده بيتلبس لا 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 ده اكن نفستان خطير خطير ده تعرفي طبعا عنده منه الوان ولا ماندومش اه ممكن يكون في منه لون تاني في منه لون تاني يا ايا مساء الخير مساء الخير يا حبيبتي انت يا حضرتك كل سنة وانتي طيبة ورمضان كريمة عليكم يا حبيبتي ربنا خليك يا ايا شفنا الكافتانز والعبايات بتاع The Gallery اه تحفت جنن تحفت جنن اكتر واحد اكتر واحد عجبك ايه ايا الاصفذ اول واحد كان حلوة يابل والموف يابل واللي اختراءه الاخير ده يابل واللي اختراءه الاخير ده يابل واللي ماشاء الله يعني يقول لهم رابط اوه واللي جاي بقى ايا ده خديه خلاص ده غالري بتهديكي اسيمة تاخدي الاسيمة واجيبي بدلها حاجة تاخدي بدلها حاجة خليكي معايا مبروك يروح قلبي اخذ بيتك في الكنترول خطير ده نفس الفكرة بقى انه خطير عملوا نفس الشغل العربي ده غالري عملوا نفس الشغل العربي ده بس بله هو مفتوح حصوغنا نتاحب وبرده جوليوري برضه مر وفاوزي اشرح الى الكفتان من اين؟ من The Gallery حلو والجوليوري من مر وفاوزي المجاهرات أو الاكسسسورات من مر وفاوزي والانيب بردها من البانتلان مع السادل سلوبات ام لا هذا عادي جدا ونفس القماشا اللى هي بتاع البانتلون والقماشا برضها من حتة عادية ما هذا غالب? يعني نفس أكنها نفس المتيري البرضو الخفيفة اللي هي المريحة الفتفاضة تعالي 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 أنا بس أنا بس معلش معلش يا بنتي أنا عايزة أفهم إيه رأيك يا أمنية أمنية إزايك يا أمنية أخبارك تحفة عامل يا أمنية بص الحلاوة لا لا عايزة شكورت الجالري بجد بجد برافو أمنية أكتر واحد عجبك إيه بصي الأويض اللي قبل اللي فات اللي كان فيه شغيره من ورده كان تحفة صراحة وده رأي يا أمنية ماشاء الله ماشاء الله ماشاء مبروك عيني أخر هدية من دا جالري خليك معي يروحي كل سنة وأنتي طيبة ياخدوا بيديتك في الكنترول أمرة كل سنة طيبة طبعا دول من صاحبات ايديك ساقع قوي ليه كتب تيبدان حاببتيتي متوترة من صاحبات البرنامج طبعا اللي هما بيجوا معنا طبعا دول وقتا عشان يعدوننا أهل حاجات كل سنة وأنتي طيبة حاببتي ده نلبس لو مش عالي تلبس أبيض ألبس إيه تحتيه ممكن بقى ألبس أسود يعني وأنا حبيت أن يبقى شكله ملائكي شوية يعني يبقى كله فاتح هو ملائكي وهي ملائكة وزوله غياب بس نقدر أنه نحط خلاص هنلبسه بالأسود تحتيه طيب ولو محجبة تلبس طرحة إيه لو حلبس أبيض فأبيض كمحجبة وعليا ده ألبس إيه طرحة يبقى شكله بيتش كده قيم ممكن بقى لو حد من هما بيلبسوا التربونز اللي هو البنيهات ممكن يبقى جولد دهبي ولو بيبقى بتلبس تربون لو بتلبس الحجاب العادي طبيعي الحجاب العادي برضو مش عايزة يبقى حجاب برضو دهبي قوي عشان ما يبقاش كتير بس برضو بيبقى فيه قمشات معينة بتبقى خفيفة قوي فبتبقى برضو أكي أنها ضي الدهبي أو الأبيض الطبيعي هتبقى أبيض في أبيض في أبيض في أبيض أصلا حقيقة ينفع ذلك سودة يعني هيكتم هيبقى الكونترست عالي قوي يعني هيبقى فرق الألوان لما يكون كله أبيض وهو إسود هيبقى فرق الألوان زاعق شوية بس برضو ده بيبقى على حسب الرغب يعني حسب كل واحد حابب إيه يعني يعني إنتي لو هي محجبة بتفضلي على مثل حاجة زي كده أنها هتبقى كله أبيض مظموط صحيح؟ طيب إحنا كده خلصنا العبيات أو كافتانس بتاعة جالري أعيز أشكرهم للمرة الأخيرة أقول لهم شكرا 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 على هداء الحلوى وشكرا على الموديلات الجديدة وشكرا على الموديلات المختلفة والتقفيل المختلفة طبعا وأنا داخلها طبعا قعدت أنا يعني بحب أشوف كده البرانز بتاع نيرفانا بتتحكي بحب أشوف البرانز اللي بتطلع معانا كده هو بيقفلوا حلو وماشا حلوة فبجد بجد شكرا كل سنون طيبين واستمروا وكملوا واتنورونا بقى بنفسكوا مع نيرفانا في الموسم السادس عايز سألك سأقولني يا نيرفانا قبل ما نختم أنا سألتك في الفاصل على أني أنتي لابسة سلاسل دهبي على أنسالات فضي ده بقى الموضة؟ بينفع عادي نحنا يعني نعمل ميكس نحط ده على ده؟ أه لا ما تهزاريش أصلا في حاجات نزلة لها كانها نص جولد ونص دهبي ونص فضي تبقى فيه سلاسل كتير قوي كده أو واحدة وواحدة وواحدة فطبعا يليها ترتيب معين ولكن بينفع عادي طيب الكافتانس أو الحاجات اللي إحنا شفناها لو هم حينزلوا بيها إيه الأماكن المناسبة أن أنا أروح لابسة كده؟ يعني طبعا الحاجات اللي فيها التطريز الدهبي أو كده يفضل أنه لو فيه حاجة حيروحوها حينزلوها لكن فيه أحيان برضو ناس بتحب لو هتستقبل حد تبقى لابسة برضو حاجة فممكن برضو في البيت يعني اللي إحنا شفناه ده يتلبس بره ولا يتلبس في البيت ولا يتلبس طبعا ما يفعش صبح لا فيه ينفع لهم اللون فيه كما مثلا اللي هو لون وبيج وفيه اللي هو الشرشيب اللي زيبات رمضان كده ينفع دي تنفع وتنفع أصلا في أي حتة لأننا لم كنا ملبسانها سنيكرز ممكن تلبس شب شب على الأرض بزا مزبوط الثاني برضو اللي فيه الكاميرا اللي فيها شغل بألوان برضو نفس الكصة اللي فيها التباعة للألوان دي عادي برضو لنها كشب اللي بقي كله بعد الدور وخروج أو لو أنا لابساها في البيت بزا حد يا حابب يستقبل حد نهارت سيني النهاردة برسي برسي ليكي كل سنة وإنتي طيبة برسي ليكي روحي تانكيو وشكرا لجالري على الهداء الحلوى اللي هما دول الستات وبنات بتوعنا مشاهدتي عزيزات وبناتي الحبيبات فاصل قصير جدا ونرجع لكم منها وبس